تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضر موت رئيس الجمهورية يطمئن على صحة العميد عدنان رزي ويتطلع على التطورات في جوانب التنمية والخدمات بمحافظة المهرة ويعزي في استشهاد روكون ثاني عمليات المنطقة العسكرية السابعة رئيس الوزراء يطمئن على صحة اللواء مفرح في حيبح المحافظ البحسني يشهد الحفل السنوي لمؤسسة كويت الحيب ويطلع على أنشطتها المختلفة أهلا بكم أجرى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هتفيا بقائد اللواء الخامس حرس رئاسي رئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق للإطمئنان على صحته ومرافقيه إثر تعرضهم لحادث في طريق المضاربة بتعز وعبر الرئيس عن تمنياته للعميد رزيق بالصحة والعافية لكي يواصل مع رفاق دربه معارك الشرف والبطولة وتحرير ما تبقى من تعز من عبث الميليشيات الحوثية الإيرانية من جانبه عبر قائد اللواء الخامس حرس رئاسي رئيس عمليات محور تعز عن تقديره لرئيس الجمهورية وللفتته الإنسانية النبيلة آملا له التوفيق والسداد في مهامه الوطنية مؤكدا مواصلة الهدف الذي ندر نفسه وحمات الوطن من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في دحر ما تبقى من الميليشيات إلى ذلك تلقى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من محافظ محافظة المهرة راجح سعيد باكريت الذي وضع فخامته أمام المستجدات والتطورات التي تشهدها محافظة المهرة في جوانب التنمية والخدمات المختلفة في ظل اهتمام وعناية من فخامة الرئيس بمحافظة المهرة التي تنعم بالهدوء والسكينة ولتعويضها السنين الماضية من المعاناة والحرمان طوال عقود مضت وأثنى الرئيس على الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المنشود بمحافظة المهرة مؤكدا على أهمية التكامل والتعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة مشيدا بالوعي الذي يتحل به أبناء المحافظة والذي سينعكس بدوره إيجابا من خلال الاستقرار ومشاريع البنى والتنمية في إطار الموارد المحلية وكذلك الموازنة العامة مشيدا بدعم الأشقاء في هذا الصدد ووقوفهم الدائم مع اليمن وأمنه واستقراره من جانبه عبر المحافظ باكريت عن تقديره وأبناء المهرة كافة لمتابعة واهتمام فخامة الرئيس لأوضاع المحافظة مشيرا في هذا الصدد إلى جهود ودعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم في إطار مكافحة التهريب وخدمات الشواطئ وغيرها من مشاريع الخدمات والبنى التحتية التي تطلع لها المحافظة وأوضح المحافظ أنه يجرى تنفيذ عدد من مشاريع الطرقات في مختلف مديريات المحافظة بدءا من الغيظة وحتى حوف مثمنا جهود فخامة الرئيس وتوجيهاته بأهمية تعزيز الأمن والاستقرار بمحافظة المهرة والتوجيه في هذا الصدد بإنشاء قوة لمكافحة الإرهاب وتأمين المحافظة التي تنعم بالاستقرار والسكينة العامة أجرى دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اتصالا هاتفيا بقائد اللواء السادس والعشرين مشاه اللواء مفرح بحيبح اطمأن خلاله على صحته وأشاد رئيس الوزراء بالتضحيات الكبيرة التي قدمها اللواء بحيبح في مواجهته للميليشيات الحوثية كان آخرها قيادته لمعركة تحرير بيحان وعسيلان مع ابناء المديريتين وأبطال الجيش الوطني وتمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل لبحيبح وعودته إلى أرض الوطن سالما معافا من جانبه عبر اللواء مفرعا شكره لدولة رئيس الوزراء على متابعة حالته الصحية مشيرا إلى أنه سيعود إلى أرض الوطن بعد استكمال علاجه لمواصلة النضال والدفاع عن الوطن والجمهورية وهزيمة الميليشيات الإنقلابية شهد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الحفلة السنوية الأول لمؤسسة كويت الخير للتنمية الذي أقيم صباح اليوم في مدينة الشحر بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسها وإشهارها بحضور مدير عام المديرية أمين بارزيغ ورئيس المؤسسة الشيخ عبدالله صالح الغرابي وأشاد محافظ حضرموت بالمؤسسة وبجهودها في تنفيذ برامج ومشاريع تنموية كانت لها أثر منموسا على المجتمع لافتا إلى أن دولة الكويت الشقيقة كانت ولازالت عنوانا للعطاء والخير والعون لحضرموت شاكرا القائمين على المؤسسة على جهدهم في خدمة المجتمع ومتمانيا أن يتوسع عن نشاطها ليشمل مجالات أخرى ومناطق جديدة من جانبه زار المحافظ البحسني مقر المؤسسة للتعرف على أنشطتها المتعددة ومشاريعها التي نفدت خلال العام الماضي وخطتها التي ستنفد خلال هذا العام ليدشن عقب الزيارة الدورة المجانية الخامسة للإسعافات الأولية والتمريض والتي تستهدف خمسين متدربة بتمويل من وصية عبدالله عبدالكريم الشائع وتنفيذ المؤسسة تبتعث منظمة حضرموت الصحية ثلاثين طبيبا من مختلف التخصصات موزعين على 13 تخصصا طبيا وجراحيا نوعيا دقيقا ضمن الدفع الحالية روافط حضرموت لتحضير الدراسات العليا في البورد المصري التفاصيل في التقرير التالي تستعد منظمة حضرموت الصحية لتدشين ابتعاث نخبة من أطباء حضرموت في تخصصات طبية وجراحية نوعية دقيقة تحتاجها المحافظة لتحسين المستوى الصحي وإيجاد فرص العلاج بدلا عن مشقة السفر وعنائه وتأتي هذه الخطوة مساهمة من المنظمة مع توجهات الأخل والركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية في إطار قيادته للدفع بالتنمية وقيادة عجلة التطور في مختلف المجالات وأهمها المجال الصحي والتشجيع كوادره منذ أن بدأت منظمة حضرموت الصحية أبدأت اهتماما كبيرا بتطوير الكادر الصحي في دفع بهم في معترك التنافس الشريف لطلب العلم وتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات كبيرة واليوم نحن أمام ابتعاد ثلاثين من نخبة من الكوادر الطبية في حضرموت في تخصصات طبية وجراحية مختلفة نأمل بإذن الله تعالى بتخرجهم أن يحدثوا نقلة نوعية في حضرموت لتحسين البيئة أو تقديم الخدمات الطبية المختلفة تأتي هذه المبادرة رغبة من قيادة منظمة حضرموت الصحية ومجلس أمناءها في تطوير الكادر ودفعا بالمسيرة الطبية الصحية ومشاركة لأهداف السلطة المحلية في تطوير القطاع الصحي بحضرموت وتبرز أهمية ابتعاث منظمة حضرموت الصحية للدفعة الحالية روافد حضرموت لتحضير الدراسات العليا في البورد المصري من الحاجة المتزايدة للواقع والمستقبل في المحافظة بداية هذه السنة والله الحمد نهاية 2017 الميلاد تقدمت منظمة حضرموت بمنح جديد لابتعاث إلى جمهورية مصر العربية وكانت منها ضمنها في مجال طب الأورام وتقدمنا لها الحمد وقبلنا في المنحة وكانت هذه الأمل الأخير لدراسة الأورام والله الحمد جاء لي خبر أنه فيه هناك مقعد لسه متاح للمنحة طبعا ما صدقت أنه فيه لسه مجال يعني تاني يوم على طول رحت للمنظمة علشان أقدم فكان لأسف أنه خبر أنه فيه دكتورة ثاني سبقتلي لموضوع المقال طبعا خرجت من المنظمة محبطة وكأنه باب نقافل في وجهي الحمد لله إلى أن جاء اتصال من دكتور مهدي رئيس المنظمة بأنه تم قبولي للمنحة بسبب انسحاب الدكتورة لظروف خاصة فيها فتح لي باب جديد لأني أحقق حلمي وأشكر في ذلك منظمة حضر موت والدكتور مهدي والقائمين على هذه المنحة لمنحنا هذه الثقة فكرة تخصص الدراسات العلية جراحة القلب كانت يعني هو نفسه تخصص جراحة القلب هو طموح بني ما قبل ابن أيام الثانوية فالآن والله الحمد توفقنا في احتوائنا ضمن منح الدراسات العلية في مصر لإكمال دراسة جراحة القلب وطبعاً ونقول إن شاء الله إنها بداية يعني بداية تحقيق الحلم المطموح والطموح المهشود إن شاء الله تعالى استبشرت بكل خير عندما وضعت منظمة حضر موت الصحية إعلان بوجود منح لاستكمال الدراسة العلية نظام البورد المصري أو الزمالة المصرية والحمد لله قدمت جميع الوثائق المطلوبة وبعد المقابلة والتمحص تم اختياري من ضمن الأشخاص الذين يواصلون الدراسة في جمهورية مصر العربية نشكر منظمة حضر موت الصحية ونشكر الإدارة الحالية نشكر الدكتور مهدي مرعي حيث كان مهدي مرعي خير خلف لخير سلف ثلاثون طبيباً من مختلف التخصصات موزعين على ثلاثة عشر تخصصاً في جراحة القلب وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الكبد والبنكرياس وتخصصات التغذية العلاجية وغيرها وفق دراسة احتياج تشهدها المحافظة هم قوام هذه الدفعة تتفاوت سنوات تخصصهم من أربع إلى سبع سنوات بحسب التخصص وتأمل منظمة حضر موت الصحية في العمل على توفير البيئة المناسبة لهم بعد تخرجهم وإعطائهم أولوية لخدمة وطنهم دشن برنامج استدامة تابع لمؤسسة العون للتنمية في مدينة سيئون الورشة التدريبية لاختصاصي المنظمات الشريكة البالغ عددها واحد وعشرون منظمة بوادي حضر موت وتأتي الورشة ضمن برنامج استدامة لعام الفين وثمانية عشر الذي ينفذ خمس ورش تدريبية في عدد من المجالات منها التطوير المؤسسي والمشاريع التنموية والمتابعة والتقييم وتدبير التمويل وآخرها التخطيط ويدرب في هذه الورش مدربين متخصصين في هذه المجالات بهدف الوصول إلى تجويد العمل المؤسسي في مديريات حضر موت الوادي والصحراء ختام النشر إليكم تذكير بأبرز العنوين رئيس الجمهورية يطمئن على صحة العميد عدنان رزيق ويطلع على التطورات في جوانب التنمية والخدمات بمحافظة المهرة ويعزي في استشهاد لكم ثاني عمليات المنطقة العسكرية السابعة رئيس الوزراء يطمئن على صحة اللواء مخرح في حيبع المحافظة البحسنية يشهد الحفل السنوي لمؤسسة كويت الخير ويطلع على أنشطتها المختلفة وبالتذكير بالعنوين وصلنا وإياكم إلى ختام أكبر حضر موت لهذا اليوم حفظة المرتقة دمتم في أمانكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر